السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أصدقائي وأهلا وسهلا فيكم بقناة دروس آدم معكم آدم عربي طلع عليكم من قناة المتواضعة وإن شاء الله يا رب تكون الدروس عم تعجبكم وتنال رضاكم إن شاء الله نحن الآن مكملين بسلسلة فلاتر برمير وإن شاء الله عم بتفيدكم وبتعجبكم يعني بشكل عام ترسنا اليوم إن شاء الله عن تأثير المرآة أو ما يسمى بالميرور خلونا نشوف كيف يستخدموه بالفيديو كليب أو بالفيديوهات العادية أو لعمل انتقالات بسيطة إن شاء الله يا رب يكون الدرس اليوم مفيد خلونا نبدأ على بركة الله اشتركوا في القناة أهلا وسهلا فيكن أصدقائي عن جديد وخلونا نبدأ على بركة الله بالبداية مثل ما شفنا هلأ بالمقدمة خلونا نبدأ بأول فيديو أنا عندي هذا الفيديو طبعا هو 4K بضغط باليمين بعطي skill to frame size يضبط ليه على مساحة الشاشة أو مساحة العمل بجيه على effect وبعدها بروح على فيديو effect بعدها بروح على distort بعدها بروح على mirror أو إذا كتبت هون mirror راح يظهر ليه بها الشكل ها بضغط وبسحاب بحطه هون بعدها بروح على effect control بيظهر عننا filter mirror بال effect control هون به الشكل ها فيه عننا هون reflection center مركز العكس أو الإنعكاس أو المرأة فين نقول عننا هون إذا هلأ سحبنا راح نلاحظ أنه راح يعكس ليه به الشكل ها إذا أنا جيت شغلت راح لاحظ محركة الكاميرا راح يدخلوا ببعض به الشكل هات هلأ أنا راح أعكس بس ولكن بشكل عمودي فأول الشي راح أجعله reflection angle والهي زاوية الإنعكاس راح أقلبها به الشكل هات ناس 90 هلأ إذا رجعت شغلت مثل ما أنا شايفين به الشكل هات إذا بدي أعمل حركة بدي طاير الراس هون ما يدخل تحت المي فبخليه به الشكل هاد وبجي على reflection center بحط نقطة هون وبمشي للأمام لما بدي يجي الراس يدخل هون تحت المي برفع vertical به الشكل هات وبعمل حركة به الشكل هات هلأ أمرو على المشهد الثاني المشهد الثاني هون هون عنا كذلك الأمر بضغط وبسحب لهون هلأ إذا عملت أنا زاودت reflection هون 45 رح لاحظ كيف صار عندي هون به الشكل هاد إذا سحبت مركز center لهون رح لاحظ كيف رح يصير به الشكل هاد السواد هاد هون حتى عوضه أنا بلغي هون الطول مع العرض وبعمل العرض مثلا 122 وبحرك position به الشكل هاد هلأ إذا جيت وشغلت رح أحصل على هالنتيجة هاي هلأ لحتى كمان أعكس المشهد مرة تانية إلى اليمين رح أنسخ الفلتر مرة تانية على نفس الفيديو يعني رح يصير عنا mirror 1 mirror 2 بسحب بسحب المركز لليسار به الشكل هاد رح أرجع حرك position من فوق به الشكل هاد هلأ هلأ إذا رجعت شغلت رح أحصل على هالنتيجة هاي مثل ما هلأ شايفين لهون ولكن هلأ رح نحرك الانجل به الشكل هاد لحتى نعكسه لحتى لدينا S180 بحرك الـ حتى ينطبقوا على بعض بتمنى شايفين هلأ إذا شغلت ولهون بيكون وصلنا لنهاية الدرس بتمنى يكون يا رب يكي إن شاء الله فاتكن ونال رضاكن وبتمنى إن شاء الله الدعم منكن باللايك وسبسكرايب ودعم أصدقائكم المهتمين في المنتاج اللي يتعلموا ويحترفوا أدروسنا إن شاء الله مكملة في فلاتر البرمير انطروني إلى الدرس الجاية يعطيكم العافية